اقتراحات بسيطة ناجحة واقتصادية علاقة الجيب إذا أردت نوعي في الطاولة ديالك نتعذي كره الموليد النبوي ولا هكا غير في القهوة ديال العشية ولا في الفطور ديال الصباح اقتراحات رائعة أول حاجة ننوجده الخبز الحلوء أو الخبز المطبز اللي كان سميه إحنا كيكون مختلف عن القريشلات كذلك نشارك معاكم الكروكي لطريقة ناجحة وصفة اللي غادي تقيد ديما تعتمدها كي يدوب في الفم وآخر حاجة غادي نشارك معاكم الكعك بطريقة سهلة بلا ما شينا بلا ما تحرب لي ما تشي حاجة كي يجي مقرمش من السم والديد بزاف ما تشبعوش منه وصفات اكيد غادي تفيدك بيالله نتابعوا المقادر وطريقة تحضيروا بسم الله على بركتي الله أول حاجة حبيباتي غادي نبديو بيها هي الخبز الحلوء غادي نحتاجو بيضة واحدة رشة ديال الملح كذلك انا هنا غادي نسمه بالقشرة ديال الحامض كاتجي فيه رائعة ولا قشرة ديال بورتوقال بزوج ولكن هكنا نفضل ديال الحامض كذلك ضفت ساشي نتاع الفانيليا اللي ممكن تعوضيها بالفانيليا سائلة كاس نتاع الحليب مايو عادل 120 ميليليتر نفس الكاس عبرت به كاس نتاع الزيت وكاس نتاع الماء الدافئ نفس الكاس تقديروا كاس كاسم هاد الحاجاز نضيفه كاس نتاع السكر ونخلطه وكتخلطوا كل شي بغتوا تستعملوا يديكم بغتوا تخلطوا هكا بالفويل يداوي خلطوا مزيان هاد المكونات بهالطريقة هادي كتضيفوا ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية وكتخلطوها كذلك مع الخليط اللي صوبنا ضروري يكونوا الماء والحليب دافيين باش هاكا ضغيال الخميرة تفاعل معاكم بالنسبة للدقيق كتضيفوا تدريجيان هادي تحتاجوا ل 650 جرام ديال الدقيق اللي هي 6 ديال كيسان ونصفه مع كيس من خميرة الحلويات 8 جرام كتضيفوا الدقيق تدريجيان اكيد يكون مغربا حتى كتحصلوا على واحد العجينة يعني كتكون شوية كتلسق ما كتكون ش تقاسحة تكون كتلسق في اليد كماشتو كنضيف دقيق تدريجيان راهم ساهلين البناس وكما قدروا تحتفطو بيهم حتى في المجميد كي تبغيوا تجبدوهم من قبل شوية بحلي عد كيساوبتوهم دهنوهم بشوكولات دهنوهم بكونفيتو كي يحمقوا عليهم الوليدات انا كما كيخطاونيش وحتى فرمضان كنديرهم بزاف بزاف صافي كماشتوها ديالعجينة ديالي كتلسق في اليد كنشدها كنرش شوية سطح العمل بالدقيق وكندلكها غي واحد شوية واحد جوج دلكات هاكا صافي وكنردها في طباسي ديالها وكنخليها حتى كتخمر دروري البنات حتى كتخمر ويضع في الحجم ديالها عاد ناخدوها ونشكلها كويرات او على حسب الحجم اللي بغينا احنا ايا صافي نخليها تخمر من اللي يتخمر البنات كتوجدو الصينية اللي غدي تدخلوها الفران يلا كان عندكم ورقة طهي مل احسن ما عندكم ش تانا كانت سالالي دهن تغصي نياد يالي بالزيت وكتشدو كتشكلو كويرات على حسب الحجم اللي بغيتو بغيتو هاد الخبز يجيكم كبير يجيكم صغير اللي يحب بالخاطر او لا تديرو كيم مادرتانا ايا هكا كتحربلوه كتتضغطو عليه شوية كتديروهم بحال دي ميني بغيت كيجيو هكا زوي ويجيو رائع المهم كتستمرو هكا وضروري تخليو ليس باسما بين كلها واحدة واحدة لقشها دي عاد يزيدو يخمرو شوية من اللي درتهم كامل في الصينية عاو تاني قرصتهم شوية كتقرصوهم شوية هكا وكتخليوهم يخمرو للمرة التانية خليوهم يخمرو الى كان عندكم البرد ولا شي حاجة تقدرو تسخنو الفران دي لكم حتى يحمى وطفاو عليه ودخلو الصينية ضغية ضغية كي يخمرو سوف البنات من اللي خمرو تضاعف الحجم دي لهم شديت هنايا بيضا ضربتها مع شوية انتعقه وسريعة دوابان وشوية حليب وصافيو دهنت الوجه دي لهم دخلوهم الفران ساخن على نار متوسطى تيتحمرو من الاسفل ويطيبو عاد كتشعلو لهم الفوق دي لهم وكي ياخدو هاد اللون الدهابي الجاميل وكتخرجوهم كي يجي ورائعين البنات جربو هاد الخبز احنا كنقولولو انا لقيت حماتي هي اللي كتديرو انا مين زوجت تعلمتو منها يما كي يقولولو الخبز المطبس انا كنسميه الخبز الحلول حقاش كي يجي حلو وزويون كي جي رائع البنات فان شاء الله هتجربوه انا متأكده غادي ينجح معاكم نحل معاكم موحيدا شوفو كيفاش كي يجي مهوي وخفيف كي يجي خفيف ريش هاي البنات كي يجي الروعة وظهر كي قد نمشي نصاوبانا وياكم الكروكي اللي تهوى وصفة ناجحة يعني بلما تخافوا انها ما تصدق لكم شو ولا قد يحتاجوا اول حاجة ثلاثة ديال البيضات اللي يكونون في حرارة المطبخ ديما البنات الحلوية المعجنة اللي درتوها خرجوا البيض قبل من تلاجة هاكا كتدق لكم الحاجة خصوصا في الكيكا وثاني درت هنا ثلاثة ديال البيضات درت شوية ديال فاني فاني سائلة ولا فاني سوك خلي عندكم كذلك درت القشرة ديال الحامض نضروري كندير هاد المكونات هادو بها كينسمونا بها كي يحيدونا الزفورة ديال البيض دفت كأس نتع السكر مايو عادل 150 جرام ودمجت هاد المكونات بالفوين مزيان مزيان بها الطريقة من بعد ضفت كاس نتع الزيت وما ضفتوش خطره وحده ضيفوه على دفوعات شوية بشوية كي يخلي هاد الكروكي ديالكم يجي طريم لداخل ويجي رائع هادي واحد لاستويس اللي زوينة جربوها سوف يكتضيفو ذاك الزيت مزيان تدريجيان كيرا لكم تشوفو وضيفو لي ملعقة ديال الخل حتى هي كتعطي واحد النتيجة رائع معلقة كبيرة ديال الخل سوف يخلط هاد المكونات هادو وهنا يا غادي نبدي نضيف الدقيق تدريجيان وغادي نحتاجو سوش زوج سشيات نتع الخميرة ديال الحلوه يعني 16 جرام وبالنسبة للدقيق كيما دائما مول فكان عبر لكم غادي نحتاجو 550 جرام اللي هي نص كيلو وخمسين جرام خمسة ديال الكيسان ونص كتضيفوها شوية بشوية ووتكون مغربلا اكيد بلا ما نعوذوها لكم سوف يكتكون حتى لحلوه ديالكو واحده هادل حلوه هادى ما تخصوش العجينة يعني اسبعتوا المقادير اللي تعطيتكم هالبنات غادي جيبكم هي هادىك سوف ينفوا ان جمع العجينة ركو عارفين ما كانت لكوها موالوغي قسمتها على زوج وجدت الصينية ديالي ضهنتها ولافرشو لها بيكويسون وشكلت حربول بها الطريقة قرستو بالشكل امامكم دروري تقرسو شرقيق بزاف كما ركو تشوفو احداكم في الفيديو لحقاش غادي عادي يزيد فيها الخميرة وغادي يزيد يخمر كما صاوبتهم درتو جوش وجدت هنا صافار بايضا مع شوية قهوة سريعة الدوابان مع شوية حليب وغادي نخلطهم مع بعدياتهم وندهن كامل هاد الحلوة من الفوق بهاد الشكل هادا ندهنها كلها سوف تكونوا شعلتوا الفران ديالكم يسخن مهم انا عندي الفران ديال الغاز يعني ما نقدرش نعطيكم درجات الحرارة سخنوا الفران ومين تدخلوا الحلوة دخلوا على نار متوسطة درتها كابل فرشيطة ديخ خطوط كي يعطورنا واحد شكل زويل سوف يملي طاب كتشوفوه من تحت بلا تحمر كتشعلوه من الفقعة وثاني يتحمر وكتخرجوه خليوه غادي شوية يدفع ولا خليوه يبردو قطعوه ماذا بيكم تكون شي سكين مادية ولا هكا يلا عندكم هاد الموس هادا سوف يوكا تقطعو الكروكي ديالكم على حسب الحجم اللي بغيتوه بغيتو تغلضوه بغيتو ترقوه ليحب الخاطة انا الكروكي كي يبغي شوية عرد ما كيكونش كيمة الفقاس كي يبغي شوية عرد سوف يوكا يجي هائلة كي يجي روعة بغيتو تزيدو تحمروهم الجوانب بغيتو يجي وعد محمر مع الجناب تقدرو تتقلبوهم بحلي كنجروا الفقاس وتردوهم الفران شوية يتحمرو مع الجناب انا كنفضله هاكا كيجي ديك الطبقة من الفق مقرمشة والداخل كيجي طريه لابنتو نقسم لكم وحيدة كيجي طريه يدو في فمك يجي روعة اذا متأكده اللي جربتو هاد الوصفة هدي تعجبكم تولي ناجحة معكم ودركيا غدي نشارك معكم واحد الكعك اللي كيجي زوين بزف بزف هدي يعجبكم بلا تمارة بلا ماشينا بلا حتى شي حاجة خليكم مع الوصفة وضروري ضروري تجربوا هاد الوصفات وما تنسونيش دائما بالتشجيع ديالكم حبيباتي يلرمشون نشوفوا الطريقة باسمي الله على بركتي الله بالنسبة للمقادير فغدينحتاجوا اول حاجة جوج حبات بيض فيما بغتترونو في القصعة ولا في اي ايناء دا هاد الكيميه اللي غدين ديرت تخرج لكم واحد خمسين حبة بالحجم اللي درت انايا بغتتو تديرو اكتر دوبلو المقادير فانا درت هنا يا جوج بيضات اللي تكونوا مخرجينهم من الثلاجة من قبل درت عليهم واحد الرشاة خفيفة ديال الملح نديرو كامل المكونات في مرة واحدة ضفت عليهم كأس متع السكر مايو عادي المياه وخمسين جرام وكأس ديال الزيت مايو عادي المياه وثمينين ميليليتر الكأس اللي تعبرو بيهو انزع الشاي ربع كأس ديال الماء الزهر مايو عادي الثلاثة ديال المعالق بتاع ماء الزهر وغدي نخلط هاد المكونات بالفوية عادي ندمجهم زيان مزيان حتى يدوب هاداك السكر تماما مكونات بسيطة جدا وتعطيكم نتيجة زوية ندمجوهم مليح مليح غدي نضيف عليهم هنا نص كاس نتعج الجنجلان الجنجلان غي نقيتو وحمرتو نقيتو وحمرتو وضفتو هكيك مطحنتوش نص كاسي يعني واحد خمسين جرام غدي نضيف واحد معالقة كبيرة ديال زرارع زرارع انتع الكعك اللي كتكون فيهم النافع حبت حلاوة البسي بيسا انا كان خلطهم انا عندي مخلطين شديت بهم معالقة كبيرة وحمرتها وضفتهم 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 كي اعتمنا نسمى زوينة وهما ضروريين في الكعك صافيحة هما خلطهم بهذا الشكل هذا ودمجتهم على المكاونات الاخرى وهنا قد نبديو نضيفوه الدقيق تدريجيا بالنسبة للدقيق كتفوه على حسب ما تجمع لكم العجينة تكون واحد العجينة ليطرية وما كتلسقش في نص الوقت فانا كذلك عبرت لكم والفت انني نعبر لكم فانا استعملت زلافة ونص ديال الدقيق مايو عديل تلتمية وخمسين جرام تلتمية وخمسين جرام اللي عبرتوه بالكيسة كتديرو ثلاثة ديال كيسة نونص وزيت واحد الكيس ديال الخميرة ديال الحلوة ثمانية جرام بلا ما نوصيكم حديباتي الفارينة ديال كم دي مغربلوها اشتعتكم نتيجة زوينة وكتفوها تدريجيا يعني ماشي انا قلت لكم ثلاثة وخمسين جرام كتوزنوها كتخويوها فمرة انتم ما ديرو شوية بشوية اللي حسب عاوتاني حبات البيض اللي استعملته انتم ما كيفهاش المهم كتفوه شوية بشوية انفوت با لكم العجينة جمعت ويعني طرية كم العجينة ديال الصابلي ووش هي مخصوهاش تكون جاريه كتلسق ومتكونش قاس حكا تفرتت باش حكا تقدروا تصرحوها بكل سهولة سافي كراكو تشوفو بدت كتتجمع للعجينة نجمحها بهات الطريقة هادي سافي هنيا غدي نصرحوها ما تحتاج لك رتح لتشي حاجة خدمو بها مباشرة انا من الاحسن غدي تصرحوها كعلى ورق الزوبداي لكان عندكم ما عندكم مش ديرو جوج اكياس بلاستيكية بلاستيك الغذائي تصرحوها ما بين جوج اكياس بلاستيكية باش هاكا ما تتطرروا انك وترشو الفارينة على سطح العمل وتقصح لكم العجينة تفقنا فانا قدرت شديت نصف الكيميه عندما نخدم بنصف الاخه الاخر فقدرت ما بين ورق الزوبدا وشديت الورق وكان ورق العجينة بحالي غديت خدمو واحد لسابلي غوش هي هاد لابط ما ترقوهاش بزاس قاعد كيمة السابلي لحقاش ينخليوها شوية شوية عريضة على السابلي كنسرحها هاكا يعني نضربو لها الحساب انها غاديستطلع شوية الحساب ديك الخميره وحده اللي احنا دايرين فيها نشامعها ها غي شوية بشوية صافي وصلت للسوم كل اللي راني بغياه مش يرقيق ومش يغليب هناك تشدو قطعه دائريه كما كانت شوفو انتم كدتحكموا في الحجم انا عندي بهذا الحجم هذا الى ما عندكم شقاع قطعه اللي ياخدو كاس كاسو قطعو به اللي بغيتو غي هاد القطعنا اللي استعملت عندها شوية مع الجواني بشوية هاكا ذو كليد غاجب مع الجواني بجاية مدرجة فهنا ايه غدي نستمرها كنقطعوهم قاعدة وائب من اللي نقطعوهم كنحطهم مباشرة في الصينية ديال الفرن اما تكونو دهنينها واحد دهنة خفيفة اما تفرشو لها ورق الزبدة من اللي قاعد تسرحوهم بهذا الشكل هادا كتشدو على الثاني شي اادات اللي تكون صغيرة انا استعملت غي هادا بحل ديال اللي كانخدمو بهم لي كريم ولا عندكم شي مغطان تعشق رعا صغيرة اي اادات عندكم قديرو بها واحد دقيبة في الواسط باش كنحصلو على شكل الكعك هاد طريقة البنات عمالية سهلة سهلة على الطريقة بتاع الكعك اللي ما في نديروه اننا نحربلوه ونقطعو بالسيكين ونولي ونلويوه ونلسقوه فهاد طريقة وعططني نتيجة زوينة بزاف جرائي وجنقرمش وبنين فقد قدير نستمر نديلهم قاع بنفس الطريقة بهاد الشكل هادا وكيجيو هكا يعني قد قد حتى الكعك كيجيو متساوي في الحجم ديالو وانتم هلا بغتو تكبرو على هكا قد يتكبرو غير المرشم اللي تقطعو به صافي هنا غدي ندهنوهم فهنا خديت صافار بيضا وخديت معه غي واحد شوية ديال الحليب وشوية ديال كاكاو الكاكاو انا يعوط بنيس كافي او قهوة سريعة الدوابين كنت عندكم ديرو شوية انا ما عنديش قدرت شوية الكاكاو تهوة كيبنة تحميره خلطهم معه بعدياتهم وبديت كندهن في الحبات ديال الكاكاكا مزيان دهنو لهم قاع اللي وجه ديالهم تتكملوا الكيميه اللي عندكم هنا يا شعلت الفران كيسخن منسبة الاخوات اللي كيسولوني على درجات الحرارة فانا عندي فرن الغاز شحر مرة قلتها عندي الفرن ديال الغاز ايه كنشعل الفران كيسخن مزيان ومن اللي غدي ندخل هاد الكاكيتا كنطيبه على نار متوسطة طيبه اللي تحمر من الاسفل من يتحمر من الاسفل عد نشعل لون نار من الفوق دياله ونخليه ياخد اللون الدهابي فهنا كيميجتم اللي دهنتهم كاملين واللي ترشيت عليهم الجنجلان اللي من الفوق دي مر الجنجلان اللي كترشوه من الفوق ما كتكونوش محمرينو كتكونو غاي منقينو فقط لحقاش غادي يتحمر في الفران باش مش يتحرق لكم ولا شي حاجه من اللي يكمل رشيتهم بالجنجلان غادي ندخلهم كيميجتلكم الفران يطيبو ومن اللي يطيبو غادي نرجع معاكم وبالنسبة الكيميه اعطتني خمسين حبه هاد الحجم هاد كبرتو ولا صغرتو هادك شوفو انتو ما اللي يبغيتو ها هما الكعكب اللي طاب كي مشتور الشكل ديالوجا رائع انا عجبني في هاد الحجم جا صغير جا زوين و جا محمر و جا في كيف كيف ما جا شي حاجه صغيره شي حاجه كبيره جا شي حاجه زوينه بزاف فان شاء الله هنا الاعجاب ديالكم ضروري ضروري تجربوه الطريقة لي شاركت معاكم وتردو علي الخبار اه اه اعجبكم هاد الفيديو حبيباتي لما نوصيكم احنا عائلة زعمة متنساونيش خليوا لي جيم شي كلمه طيبة شي تعليق جاميل ما تعقزوش فارتجوا الفيديو مع اللي عزيز عليكم الكاكدية انك يجي من قرمش وناجح مئة في المئة خليتكم على خير انتلاقوا في الفيديو القادم و الوصفة القادمة مع شوة طفا الى اللقاء حبيباتي احبكم